عايزة كلمك وانا كنت بتكلم معك بره يمكن قبل ما نخش على محمد صلاح وده قيمة النجم يمكن حاجتين هتكلم على النواحي الفنية يمكن كان محمد صلاح على المستوى البدني كان فيه ملاحظة انه هو يعني منهج بدنيا لكن قيمة محمد صلاح الفنية كمان انه بالرغم انه هو ممكن يكون بدنيا مرهق شوية ما بيقديش بأحسن أداء ولكن يأتي في النهاية الفرصة بجول ودي تيجي قيمة النجم الكبير قيمة عالمية ما فيه شك يعني بالضبط يا كذب محمد صلاح دخل في مود ميسيو كريستيانو خلاص يعني المود اللي هو في أسوأ حالاتي أسجل في أفضل حالاتهم حاليا محمد صلاح يعني فعلا ككورة معدل لتنين دلوقتي يعني وده مش شيء بنتكلم بيه تحيوزا كمصريين معظمنا يا ريال مدريديين يا برشلونيين بس لا يعني الواقع بيقول العالم بيقول أن محمد صلاح دلوقتي يا أفضل يا تاني أفضل يعني تالت أفضل لها في العالم الفيفا ديت له تالت أفضل لها في العالم فإحنا بنتكلم في واقع حقيقي غير كده كابتل لو بصت لإجمالي لمسات محمد صلاح أبص لها مثلا النمطش ده مثلا تقدر تتصنفه النمطش طب عايزين نشوف الأرقام يا رجال لو معنا الأرقام محمد صلاح برضه عشان نتكلم عليها بالتفصيل زي بقى بنقول محمد صلاح نجم كبير نجم عالمي رغم أنه على مستوى المباراة لم يؤدي بالشكل المناسب ولكن يبقى محمد صلاح يمكن نجم من نجوم الكبار ونجم المباراة لأنه أحرز هدف كمان هدف مهم جدا الهدف الثاني طبعا الأرقام بيكلم طبعا صناعة الفرص واحد جاب هدف تصويب عن مرمى اتنين ما بينهم واحدة ما بين القائم والعرض مرواقات ستة منهم أربعة صحيحة زي ما أنت بتقول أرقام قليلة جدا أفضل حاجة قدمها صلاح ولكن المهم بقى أنه محمد صلاح زي ما قلت لحرارتك وصل لمرحلة عارف الكليشي بتاع الأرقام تطارده أنه فعلا أول مجرد بنجيب جون في إنترميل أنت بص تلاقي التاريخي تفتح على مصراعيه زي ما بيقوله فإحنا بقى عندنا آخر تمام ماتشاط جاية بعشر تجوان وصل للهدف 149 مع ليفر بول 30 هدف 51 ماتش أوروبي مع ليفر بول بتتكلم أنه الرقم اللي فعلا رقم زودة لالة كبيرة جدا اللي كل إنجلترا بتتكلم عليه إن محمد صلاح قدامه أربع أهداف ويكون أفضل مسجل في النادي إنجليزي في تاريخ دورة أبطال أوروبا ده رقم يعني ده رقم يعني فيه أرقم بتبقى معلبة كده جاهز عشان الناس تسود الصفحات البقيدة زي ما بنقول أو تكتب ولكن ده رقم يا جماعة تاريخي لأنه لما بتتكلم أنه سرخ وأجوره الهدف التاريخي للإنجليزي في دورة أبطال أوروبا جايب 36 جون في 64 ماتش محمد صلاح بجايب 32 جون في 51 ماتش فأنت بتتكلم في أرقام مرعبة بالمعنى الحرفي لكلمة مرعبة أرقام تدل إن محمد صلاح ماشي في سكة كبيرة جدا يكون من اللعبة اللي لا تنسى عبر التاريخ مش مجرد في زمنه لا يعني محمد صلاح تصريحات جيمي كارجر أحد أساطير ليفر بول بعد الماتش لو بنقرأها عن لاعب أفريقي مثلا أنا أحس بالفخر مجرد إنه لعب أفريقي أو لعب محبوب أنا أحس بالفخر فلو لعب مصري أشعر بميت فخر لأنه محمد صلاح لما يتقال أنه هيبقى موجود جنب جيرارد وده انجليش وإيان راش وهو واحد من أفضل من عانق قميس ليفر بول في التاريخ وهو واحد من أفضل من واحد من أفضل من مثاله الأنديال الإنجليزية في التاريخ والأرقام تقول ذلك لو قعد أو بقي لو قعد أو مشي لما تقلع الكلام ده من جيمي كارجر يعني بتبص تلاقي الحالة فهلا صلاح في إنتر ميلا في مباراة ما كانش موفق فيها يعني ما كانش بيقدم أفضل مستويات فهنا الليفل اللاعب يتحول فيه من من ستار لميجا ستار ميجا ستار بس يعني ميجا ستار هنا خلاص كل ما بجيب هدف وده نتيجة بقى الجهد يعني لما حمد صلاح بيرجع كده فلاش بقى بذكريات وكلها ويفتكر كل بقى مشوار كان بيطلعه من قريته يوصل بها نادي المقاولين وبعدين إصراره يروح بازل ومن بازل إصرار ونفضل موجود كل المتشاط ولعب ويوفق في المتشاط هي دي اللحظات اللي بيجن فيها حاصات كل اللي زارعوا قبل كده فيعني إمبارح وأنا بطلع الأرقام والكلام والأغلفة اللي بيتصدرها محمد صلاح لمجرد هدف سجل في نهاية مباراة دورة أبطال أوروبا أنا حسيت فعلا بفخر شديد جدا كمصري والريومرز عموما اللي طلع بسبب حتى حتى في موضوع تجديد عقده يعني حتى في موضوع تجديد عقده يا كابتن تبص على طريقة الكلام اللي بيتكلموا فيها عن التأثير بتاع محمد صلاح في الكرة الإنجليزية في ليفر بول في الشكل التسويق الليفر بول فهتبص تلاقي نفسك قدام ظاهرة يعني نتمنى كان فيه رقم قرأته والإسبوع اللي فات ما عرفش صح أو لا بيقولك ليفر بول يمكن كان فيه رقم 70 مليون باوند في خلال سنة تشيرتات محمد صلاح بس بيع تشيرتات محمد صلاح خلال عام هو كان 70 مليون باوند يعني جنيس سترليني ده رقم كبير جدا وعلى مستوى الأرقام محمد صلاح يعني بيقصر أرقام يمكن كمان بقى دلوقتي في المركز التالت في خلال 50 مباراة في التشاملز ليج بيجيب 33 جون اللي سبقه بس رونالدو وليفا فان شاء الله خلال الفترات اللي جاي لا محمد صلاح ممكن نحقق أرقام مزهلة موضوع الاتشارت ده رقم حقيقي فعلا هو رابع أعلى مبيعات التشارتات في العالم السنة اللي فاتت لما نبص للرقم ده أحيانا بيبقى ما هو وراء الرقم أهم من الرقم لما نبص للرقم ده في ضوء خلينا نقوله العنصرية أحيانا ضد العرب ضد العرب في أوروبا فبصت لقي الرقم ده كمان مزهل إنه كمان مش في انجلترا ده في العالم من أعلى مبيعات التشارتات كنت بقرأ تقرير لكاتب إنجليزمو ريتشارد جارنت على ليفربول إيكو اللي هو الموقع الجماهير الأول للنادي ليفربول المعترف بيجا ماريا وحيال ليفربول بيجري به حوارات رسمية مع اللاعبين من خلاله من خلال ليفربول إيكو ريتشارد جارنت كان بيقول إنه يعني بيتكلم على نقطة صلاح ومبابي لو ومبابي دخل بقى في معادلة تعقد ليفربول صلاح ممكن يبقى ليه تسكيلات أكتر وننتقل لبي إس جي أو لليل مادريد أو أي حاجة فبتكلم إن فيه أربع لعيبة في العالم فقط ممكن إنهما يتحطوا قدام بعض في ميزان من الناحة التسويقية كريستيانو ورونالدو ونمارو ومبابي وحط إسم محمد صلاح معهم فلما بص تبص لناحة التسويقات دي كلها هو بيتكلم على تأثيره كأكتر لعيب لشعبية بين العرب وأكتر لعيب لشعبية بين الأفرقة وأكتر لعيب لشعبية في إنجلترا وأكتر لعيب لشعبية في ليفربول فأنت بتتكلم في سوشيال إمباكت عالمي تأثير بشكل كبير جدا هو ده هي دي القيمة اللي وصلها محمد صلاح اللي تخليه فعلا يعني متخطي بقى حدود أفضل لعب في مصر أفضل لعب في لأ عدنا كل ده عدنا كل ده خلاص ورايحين لمشورة الوحش